مؤشر برصة تل أبيب الذي يسجل أكبر خسارة يومية منذ أكثر من عقدين ويفقد أكثر من 6% في الرسمة البياني يعني التراجعات التي وصلت اليوم في برصة تل أبيب إلى 7% وهي أكبر خسارة يومية لم يشهدها المؤشر منذ بداية الألفين أو منذ أكثر من عقدين وطبعا هذه الخسائر والمخاطر الجيوسياسية تؤثر على الأسواق واللون الأحمر يسود الأسواق العربية بعد المخاطر الجيوسياسية التي بدأت ترتفع وانتقلت إلى الأسواق الأسواق المالية تنتقل إلي هذه المخاطر بشكل سريع وتتأثر انخفاضات واضحة خاصة على السوق المصرية الذي وصلت انخفاضات إلى أكثر من 6% لكن قلصت التراجعات الآن إلى 3.8 مؤشر تاسي الآن على تراجع بـ 1.4 نقطة المئوية ويفقد أكثر من 130 نقطة برصة قطر تنخفض بحوالي 16 نقطة المئوية وبرصة البحرين على انخفاض بأقل من 10 نقطة المئوية ومؤشر السوق الأول بالكويت على انخفاض بـ 16 نقطة المئوية البرصة المصرية الآن تسجل خسائر بـ 3.17 النقطة المئوية نلقي نظرة على أداء الأسهم المصرية وخاصة الأسهم القيادية اللون الأحمر يكسو الشاشة والتجارية الدولة يسجل انخفاض بـ 3.5% وصلت انخفاضات إلى 5% في جلسة اليوم لكن تقلصت السويد الكابلات أيضا 6% وهي خسائر وسماد مصر وانخفاض وخسائر بـ 12% والمصرية المتجعات على خسائر بـ 9% الأسهم على تباين لكن بشكل عام خسائر حدة القلعة للشراط المالية على خسائر بـ 8% و 6% تقريبا لسهم فوري وبلتون وخسائر بحوالي 7.5% والإسكندرية للزيوت المعدنية على خسائر الآن تسجل 5% السوق السعودي أيضا على خسائر لكن أقل من السوق المصرية في هذه اللحظة وخسائر أيضا الأسهم القيادية رامكو يسجل خسائر بـ 16% النقطة المئوية والآن عند نصف النقطة المئوية البنك الأهل السعودي على خسائر الآن بـ 1% ويسجل 32 ريال و 75% للمصرف الرجحي وخسائر بقرب 19% النقطة المئوية بنك الرياض أيضا على خسائر بـ 17% النقطة المئوية لكن أكبر الأسهم التي ترجعت اليوم كانت تحاد عديب يتراجع بـ 4.5% ومجموعة تداول على تراجع بـ 4% لبريف على تراجع بحوالي 5% كان سابق المغضيات على تراجع بحوالي 1% الأسواق طبعا اليوم التراجعات واضحة بسبب المخاطر الجيوسياسية سنترقب هذه المخاطر وتأثيرها على الأسواق خاصة أداء السندات الدولارية التي ارتفعت العوائد في السرائيل بشكل كبير والتخرجات الأجانب طبعا يطالبون بعوائد أعلى بسبب المخاطر المرتفعة الأسواق غدا ستنتظر افتتاح أسواق النفط وأسعار النفط خاصة بعد هذه الأزمة التي بدأت تحدث خلال هذه الأيام ستؤثر على أسعار نفط بالطبع ستؤثر على أسعار نفط الإغلاقات أسعار نفط في الأسبوع الماضي شهدت خسائر أو تكبدت خسائر كبيرة كانت الخسائر 8.8 في WTI وخسائر بـ 8.3 لخام برينت وأغلق عندها 84 دولار و 58 سنت للبرميل أما WTI أغلق على 82 دولار و 79 سنت للبرميل ترجمة نانسي قنقر